السلام عليكم أصدقائي طلاب الصبت الثاني متوسط بهذا الفيديو راح نقرأه ونترجم صفحة 34 وصفحة 35 الكتاب الطالب ريونة الثالث الدرس السابع عنوان الدرس Changes اللي هي معناها التغيرات سعد واحد اسمه سعد Does judo يمارس الجودو The editor أو editor المحرر محرر مجلة سعد المدرسية Asked him to write a paragraph about it سأله يعني طلب من عنده سأله حتى يكتب فقرة أو إنشاء حولها حول شنو حول الجودو اللي يمارسها سعد أوكي هنا قال لك طبعا الدرس أخوان كله يعلمك شلون تكتب إنشاء وشلون تستخدم I used to I used to يعلمك شلون تستخدم I used to شلون تحكي عن المتغيرات اللي صارن بحياتك التغيرات اللي صارن بحياتك يعني أنت شنت مثلا خنقول أنت شنت ضعيف وهسا لا أنت قوي بدنيا أنت شنت ما عندك أصدقاء وهسا لا عندك هواي أنت لا نفترض الله لا يقولها أنت مثلا شنت كسول وهسا لا أنت شاطر تمام؟ هاي المتغيرات شلون تكتب إنشاء عن هاي السالفة شلون تستخدم من تكتب إنشاء عن هاي السالفة الموضوع كله على هاي I used to كله على هاي الموضوع حسن نجيهن وحدة وحدة هنا يقل لك study أدرس how سعد كيف سعد planned أدرس كيف سعد خطط يعني شلون خطط his paragraph فقرته أو إنشاءه أوكي أدرس شلون سعد خطط الفقرة ما لتا أو الإنشاء ما لتا شسوه شسوه سعد على موضوع يكتب إنشاء شسوه أول شي هنا أنا يقول لك first he made some notes أولا هو كون بعض الملاحظات يعني أخوان شن كون الملاحظات يعني من هو واحد يريد يكتب إنشاء شن يسوي قبل لا يكتب إنشاء يكتب ملاحظات شن هاي الملاحظات يكتب الملاحظات اللي عن الإنشاء اللي راح يكتبه هو اللي مقرر يكتبه حتى من يجري دي بلش يكتب بالإنشاء يباوع على الملاحظات اللي يكاتبه هو ويبلش يكتب حتى يذكر أوكي فالملاحظات اللي يكتبها هيج مو جمال كاملة مجرد ملاحظات أوكي وان دي يوم ما دو جودو فور ماي كونتري أمارس الجودو من أجل بلدي أوكي لا أصدقاء يعني ما عنده أصدقاء الآن لدي العديد جمل ما كاملة مجرد ملاحظات أوكي لم تعجبني أو لم أحب المنافسات هاي المنافسات معناها منافسات now love them الآن أحبهم يعني أحب المنافسات was shy كنت خجول now confident الآن واثق was weak كنت ضعيف يعني ضعيف جسديا unfit غير لاقبادنيا now strong الآن قوي school work العمل المدرسي يعني هاي شغلات السؤال أثمان المدرسة was bad كانت سيئة now good at it good at it الآن جيد فيها أو جيد بها هاي الملاحظات اللي كتمها بعدين اش سوى سعودي هذا سعود الوردة ش سوى then he put بعدها هو وضع his notes ملاحظاته in order في الترتيب ها يعني هنا أنا كاتبهم خربطات شون ما شون يا هتت جب باله أجت ملاحظة باله حمسها كتبهن أجت الثاني حمسها تمام بس شيني ما مرتبات الدور باوعدهن وقام يرتبهن هنا تمام زيان بس رتبهن لو سوى and added أضافة و أضافة some words بعض الكلمات ها يعني أرتبهن ذن الملاحظات رتبهن ها هنا أنا أرتبهن بالترتيب يعني الشغلة اللي يريد يكتب عليها بيبدأ يخلاها أولا الشغلة اللي يريد يكتب عليها ثاني شي يخلاها ثانيا بالترتيب أوكي وضاف عليهم بعض الكلمات تمام ممارسة الجودو لقد غيرت شخصيتي غيرت شخصيتي أوكي and my life و حياتي examples أمثلة personality أو personality الشخصية was shy كنت خجول now confident الآن واثق ثانيا good for health جيد للصحة شين هو اللي جيد للصحة يقصد على ممارسة الجودو أوكي قبل was weak كنت ضعيف زائد unfit و غير لاعق بدنيا now strong الآن قوي fitter fitter الآن لاعق بدنيا أكثر أوكي أليق ثالثا good for school work جيد للعمل المدرسي شين هو الجيد للعمل المدرسي ممارسة جودو غيرت حياته أوكي was bad كنت سيئ now good at it الآن جيد بها no friends لا أصدقاء لا أصدقاء have lots أو loads الآن لدي العديد like competitions أحب المنافسات hate losing أكره الخسارة one day يوم ما do judo for my country هاي أخير وحدة يوم ما أمارس الجودو من أجل بلدي تمام ذن الملاحظات السواهن وهنا سواهن بالترتيب يعني اللي يريد يكتب عليه بلداء يخلىها أول شي وضاف عليهم بعض الكلمات الدور راح يستخدم أهم شي طبعا موضوع بسيط كل شي بس تباوه على بس تصفن له تقول له هو هذا معقوله هو هذا خابصين به إحنا قايل لك read سعد's article اقرأ مقال سعد what did he write that was not in his notes ما الذي كتبه ولم يكن في ملاحظاته شنو الكتبه بالمقال وما موجود بالملاحظات مالته لا هنا ولا هنا اللي كتبه هو هذا I used to هذا النه الثلاثة I used to هذا الفاعل معلين أبيل لأن الفاعل يتبدل مو مشكلة تبدل ما تبدل ما لعلاقة بالفاعل خيوالي how you used ووراها to هذا النه لازم يجي نسوه تمام ذن من يجي نسوه بس تصفن لشوية ملاحظة إلك من يجي نسوه الفعل اللي يجينا وراهن لازم يكون فعل مجرد فعل مضارع مصدر خالة من أي أضافة لا تجي انت وتحط له s ولا تجي تحط له ing ولا تجي تسوي الياه فعل ماضي ولا تجيب تصريف ثالث للفعل ما لك علاقة b هي b لا تضيف لها ing لا مدرش تسوي لها وتضيف لها s مدرش شون لا تسوي لياه بالماضي لا تجيب للتصريف الثالث للفعل مالتها ما طول عندك used to يجيك وراها فعل مجرد خالة من أي أضافة وهس راح نقرأ المقال وشوف وراه i used to شن اللي يجيك يجيك فعل ماضي لو فعل مضارع فعل مضارع مصدر خالة من أي أضافة i used to be shy اعتدت أن أكون خجول هذا عنوان المقال باي ساعة صالح من قبل أو بواسطة ساعة صالح يعني ساعة صالح هو اللي كاتبة السنة الثامنة i started doing judo two years ago أنا بدأت ممارسة الجودو قبل سنتين and it has changed my personality ولقد غيرت شخصيتي and my life وحياتي i used to be ركز i used to شن جانوا وراها فعل مجرد خالة من أي أضافة لا ماضي ولا ضيف لإنجي ولا ضيف لأي شي اعتدت أن أكون very shy خجول جدا but judo ولكن الجودو has given me لقد أعطتني conference الثقة هاي conference تختلف عن شنو تختلف عن confident هاي هنا جايتنا صفة هنا هذا الاسم مالته هاي واثق هاي الثقة الاسم أوكي الثقة جودو has also been good for my health الجودو كانت أيضا جيدة لصحتي my health صحتي i used to be very unhealthy unhealthy يعني تريد تكتبها عليل مثل ما طلعناها مترجم أو تريد تكتبها غير صحي unhealthy هاي معاكسة تفيدك خاف تيجيك بالامتحان healthy شنعكسها عكسها unhealthy هي نفسها بصدفلها you and ok صحي غير صحي and unfit وغير لائق بدنيا i could not run note لا يمكنني الركض very fast بسرعة كبيرة and i was often ill وانا كنت غالبا مريض now i am much stronger الآن انا اقوى بشكل اكبر and fitter ولائق بدنيا اكثر i also used to be i also used to be lazy انا اعطت انا اكون كسول ورا الفاصلة هاي الكومة شوفوها هاي الكومة شنو وراها هاي الكومة هاي الجو الخط شنو وراها but now ولكن الآن هاي تفيدكم انت من تريد تكتب انشاء تستخدم i used to وتكمل شنو شنو تعتت علاءة تكون شنو تخلي فاصلة والدور تقول but now وتكمل يعني انا شنو شنو مثلا هاي نقول كسول انا شنو كسول تخلي فاصلة ولكن الآن but now انا شاطر مثلا اوكي فهاي التغيرات هي هاي عنوان الدرس التغيرات يعني انت باغلب الاوقات راح تستخدم هاي ورا الفاصلة but now ورا الفاصلة اوكي بأن my school work بأن عملي المدرسي is better now هو افضل الآن لاحظة هم استخدم I used to شوف ورا الفاصلة شستخدم I used to be bad at it انا اعطت انا اكون سيء بها يعني بيمن بالعمل المدرسي ورا الفاصلة شنو شجانة but now ولكن الآن هاي تغيرات جاي يسرق على تغيرات I get good marks all the time انا احصل على درجات جيدة طوال الوقت before I started doing judo قبل ان ابدأ ممارسة الجودو I used to have no friends انا اعتت ان لا املك اصدقاء I don't know why لا اعلم لماذا now الآن I have lots لدي العديد الآن لشان ما عند اصدقاء الآن عندي او ولكن الآن عندي اوكي تغيرات يسور على التغيرات I also used to be afraid انا ايضا اعتت ان اكون خائف of competitions من المنافسات and exams والامتحانات now شوف يقول now الآن شين صار اتغير I really enjoy competing الآن انا حقا استمتع بالمنافسة against ضد against معناها ضد other people ضد الناس الاخرين and I hate losing وأنا أكره الخسارة وأكره الخسارة losing الخسارة one day يوما ما I hope أنا أثمنى to do بأن أمارس judo الجودو for Iraq من أجل العراق هاي هنا بالنسبة للأسئلة يقول لك find words that mean the following جد كلمات تعني التالي التالي شنو التالي هاي أول شي تعود نحن أول شي تعريف ثاني شي معاكسة وراها مرادف يعني كلمة تشبه هاي بالمعنى أوكي أول شي نجل التعريف هذا what kind of person you are الشخص الذي أنت عليه what kind of person you are هاي الترجمة بس بدون علامة الاستفهام أوكي لأن هذا تعريف صحيح بادية بادات سؤال بس هي مو سؤال أوكي تعريف هذا تمام شنو يعني الشخص الذي أنت عليه أو نوع الشخص الذي أنت عليه شن يعني معناها معناها الشخصية شن الشخصية معناها الشخص الذي أنت عليه شن الشخصية بالانجليزي וב� choses هايا شكبرها personality personality أو personality personality معناها الشخصية هذا جواب هذا اكتبها هنا او اكتبها بورقة ثمين هنكتبها السوية تمام المعاكسة شنو المعاكسة هايا the opposite أو opposite of shyness عكس الخجل high shyness اللي معناها الخجل شن عكسها الخجل اسم شن عكسها هم نريد اسم عكسها شنو conference الثقة اوكي مو confident مو high high conference الثقة practice شنو practice شنو ممارسة أو يمارس كلمة كون تشبهها بالمعنى مرادف اله شن هو اكيد train مو train هالي train خليه لك train معناها يتدرب يتدرب يمارس يشابها بالمعنى مصحح ذني اعتبرا مرادفات اما بالنسبة لهذا الحال شي قلت لكم بأن used to يجينا وراها فعل مجرد تمام امثلة اعتدت ان اكون خجول but now جقلت لكم ورا الفاصلة شنو but now ولكن الان لن احنا جاي نحشى على التغيرات انا اعتدت ان اكون خجول but now I'm confident ولكن الان انا واثق شنو التغير جاي نحشى على التغيرات كان خجول حسن عدة ثقة اوكي فدائما هاي تحتاجها وهيا هي لازم تكتبها انت I used to شي جينا وراها I used to فعل مجرد خالة من اي اضافة مو تنساها يجيك سؤال بالامتحان قل لك I used to فراغ ويكمل لك الجملة وبالاخير شي ينطيك ينطيك اختيارات فعل مجرد اللي هو فعل مضارع مصدر او يضطيك فعل ماضي او يضطيك فعل بي اضافة I N G او ينطيك تصريف ثالث للفعل يا هات تختار بيهن مباشرة تختار المصدر الفعل المضارع الفعل المجرد الخالي من اي اضافة اوكي ليش لان عندك I used to ليش لان عندك used to من عندك ذني هذا لازم فعل مجرد وراهن تمام ما تقبل نقاش زين بحالة النفي بحالة النفي بس ركزولي بهاي بحالة النفي بحالة النفي بشغلة واحدة بسيطة اضيفها شو اضيف اضيف didn't didn't اوكي didn't اضيف didn't مثلا I didn't use to be shy شنو التغير جايشوف هنا بالجملة شنو التغير هنا عندنا used هنا عندنا used هاي بيهديه بنهايته هاي هنا ليش ما بيهديه بنهايته لان استخدمنا didn't ومن استخدم didn't الفعل اللي يجينا رجع الاصلة شنو اصل هذا اصلا بدون d بدون هذا حرف الديل بالاخير بس use اوكي بس use من تستخدم didn't من تنفي لازم اترجع الفعل الاصلة I used سويها use لان استخدمت didn't خاف يجيك سؤال بالامتعان يجيب لك مثل هاي الجملة وبالاخير يقول لك negative انفيلي اياها شنو سوي انت قل لها I didn't use واحدها مو used use ليش لان استخدمت didn't لا تنسوها ابت لا تنسوها اخوتي I didn't use to be shy وتخلي نقطة تمام لان انت عندك حالتنا في العنق تطلبه لان طلبه من عندك تنفيها ومن تنفيها اليوز ترجحها لاصلها ومن تنفيها يوز ترجحها لاصلها لان استخدمت didn't هاي بكل بساطة هو هذا موضوعكم الخابصين بي صحيح مهم ويبقوا ياكم هذا حتى للسادس اعداد يبقوا ياكم بس موضوع بسيط كلش والله كلش سهل هو حالة النفي وحالة الثبات بحالة الثبات I used to وراها فعل مجرد بحالة النفي شو سوى بحالة النفي بحالة النفي جيب الفاعل شن الفاعل I تجيب I تخليها تخلي didn't لان عندك حالة نفي واليوز ترجحها لاصلها use لان انت استخدمت didn't ومن تستخدم didn't used ترجحها لاصلها هاي هاي بكل بساطة وتكمل الجملة مثل ما هي وتخلي نقطة بحالة النفي هاي هو هذا الموضوع كلي مصحح سهل كلش والله كتبوهن حتى ما تنسوهن I used to have no friends اعتت ان املك لا اصدقاء يعني ما املك ولا صديق but now I have lots ولكن الان لدي العديد talk about talk about things تحدث حول اشياء you used to do انت اعتد ان تفعل but don't do anymore but don't do anymore لكن لا تفعلها الان يعني احكي عن شغلات انت تواديت ان تسويها بس هسا لا بعد ما اسويها اوكي هذا موضوعكم كله بالنسبة صفحة 35 راح اترجمها الكم بس اذا انتو جاي تراجعون الامتحانات ختولي مو مهمة ابد صفحة 35 للونسة اوكي اذا جاي تراجعون الامتحانات خلص الفيديو طلعوا من عنده الوحدة الثالثة الدرس الثامن have fun with words استمتع مع الكلمات يقل لك you practiced انت مارست saying قول a tongue twister tongue twister tongue twister العصار اللساني ما هي العصار اللساني tongue twister اللي هي شون نقول عثورة اللسان شون اوصلكم ياها اكثر احنا شون عندنا هاي مال بطتنا طبط بطن بطتكم اش مثل ما بطتكم طبط بطن بطتنا هاي هم نفسها بس بالانجليزي tongue twister هنا ذني tongue twister يسموهن tongue twister عثورة اللسان ترجم هاي امك عثورة اللسان او عثرة اللسان انت مارست قول عثورة اللسان last year السنة الماضية يعني يقلك بالاول انت مارست عثورة اللسان how fast can you say it now how fast can you say it now ما مدى السرعة التي يمكنك قولها الان يعني يعني هي هاي tongue twister تقدر تقولها بشكل اسرع اش قد السرع اللي تقدر تسويها بيها تقولها بيها صعبة هاي بالنسبة لها كلش صعبة خلق راها لكم she sells seashells on the seashore the shells she sells are seashells I'm sure صعبة عام مشين اللعبان نفسها يقلك it's difficult to say انها صعبة للقول يعني صعبة تقولها it twists انها تعثر your tongue لسانك تعثر لسانك because most of the words لأن معظم الكلمات begin تبدأ with sh مع sh صوت or s sound أو صوت s that's what a tongue twister is that's what a tongue twister is هذا ما هو عثورة اللسان يقلك هي هاي عثورة اللسان a sentence or two where the words begin with one or two sounds جملة أو جملتان حيث تبدأ الكلمات بالصوت أو صوتين هي هاي العثورة مع اللسان هي هاي ما صعب تقولها مصحة هما بالإنجليزة هم عدو ماء والدرس للونسة ما يجيك بالامتحان طلعوا من عند أخي ولا إذا ما متونسين أنتوا حاليا أوكي هي قل لك هنا هاي خلن أقراركم إياها بالبرطاني Peter Piper Pect a Port of Pickled Pepper أوكي Peter Piper Pect a Port of Pickled Pepper خلي حاول بيها أنا أقرأها السريع شوية متونس أنا حاليا Peter Piper Pect a Port of Pickled Pepper Peter Piper Pect a Port of Pickled Pepper Peter Piper أوكي Peter Piper Pect a Port of Pickled Pepper هذا اسمه Peter أو Peter هذا اللي اسمه Peter هذا طائر طائر الرخ أعتقد ما يش يسمونه والله ما أدري المهم نقر هذا اللي مثل الكوب الممتلئ بالفلفل الحار أوكي المثل الكلاس هذا المهم من هيش موضوع للونس يقل لك tongue twisters عثورات اللسان don't have very much meaning لا تملك معنى اللي أنا يقصد ما بيها معنى عميق يعني هيش مجرد أنت تسوي جملة صحيحة تمام وبيها الصوت مش شابه الأصوات مش شابه بيها يا أما صوتين يا أما صوت مش شابهات تمام شون بطتنا طبط ببطن بطتكم بيها صوت الباء والطاء مو صحيح فهنا بالإنجليزة هم يقلك هم بيها صوتين أوكي يا أما صوت واحد ما بيها معنى بطتنا طبط ببطن بطتكم شيني معنىها ما لها معنى هيش يعني معنىها عاو بس جملة صحيحة هي إذا تجي تقراها جملة صحيحة بس الفكرة مالتها بأن تعثر لسان الشخص هاي الفكرة مالتها but they are funny ولكنها ممتعة ولكنها الممتعات على عثورات اللسان يعني they are easy to make هن سهلات حتى تسويهن this is what you do هذا ما تفعله أنت هاي يطيك خطوات أنت تسويهن حتى تسوي عثورة لسان أولا اختار صوت مثال اختار صوت البي هذا صوت البي سوي قائمة من الأسماء والأسماء الأسماء طبعا هاي الأسماء المعرفة هاي الأسماء الغير معرفة اللي تقدر تفكر بيها أنت واللي تبدأ بحرف B أوكي مثال هاي أسماء تبدأ بحرف B ثانيا سوي قائمة من الأفعال اللي تقدر تفكر بيها واللي تبدأ بحرف B أمثلة هاي أفعال تبدأ بحرف B ثالثا بعدها سوي قائمة كون قائمة كلمات الوصف كلمات اللي توصف بيها مثل الصفات والظروف الحال أو الظروف اللي تقدر تفكر بيها واللي تبدي بالبي كله بي أمثلة هاي لأن ما ترجمينه هواية والدرس صار طويل سهلات هنا أخير شي يقول لك أنت راح تسوي حاول تسوي جملة بخمس أو ست كلمات أنت احتمال راح تحتاج بأن تستخدم بعض الكلمات اللي ما تبدي بالبي مثلا تحتاج أو تحتاج أو تحتاج أو تحتاج أو أن أو هي شي راح تحتاج ذني وهنا ذني اللي ما يبدين بي مو كله بالبي مثلا هسه هو هذا هنا مختار أي ما تبدي بالبي مصحح؟ فيقلك أنت لازم تحتاجه هو هسه حاليا ما طالب من عندك بأن تسوي على ثورات لسان ما طالب من عندك تسوي وحدة مثل هاي أوكي؟ شو وقت طالبها من عندك؟ طالبها من عندك بكتاب النشاط وآن نحال لكم إياها هاي تمام؟ سوي لكم وحدة على صوت البي لحد هناك من الدرس أتمنى تكونوا استفاديتوا من عنده شكرا لك وداعا أراك